اصدقائي ولسا مكملين مع بعض يونت 5 صفحة دي بتقول يعني ايه يعني انا عائلتي مهمة طيب يعني ايه دي بنوتة اسمها ملك هتتكلم عن وظايف باباها ومامتها بتقول ملك this is my my mean my grandmother جدتي ولا my mother my mother اللي هي مامتها she is a الصورة القدامنا زي ايه ومتها بتشتغل ايه teacher bravo excellent she works in a teacher بتشتغل فين in a school excellent she goes to school by الصورة القدامنا car or bus يبقى she goes to school by car اوكي الصورة اللي بعد كده صورة والد ملك this is my father ده باباها he is a صورة ايه شخص وفرو طيور يبقى ايه pilot or firefighter ايه منها يقول لي pilot excellent he works in an airport or a fire station البايلوت بيشتغل فين الairport he works in an airport he goes to work by bus or by metro الصورة اللي قدامنا الحمرة by bus students book unit 5 page 9 exercise 1 listen trace and say he's a teacher she's a vet they're doctors أصدقائي عرفنا في الترم الأول ان هي بمعنى هو she بمعنى هي الجديد في الترم ده they بمعنى هم الhey والشي اللي اتنين بياخدوا he is أو she is اكي والزي بتاخد are they are الاي بتاخد ايه لو فاكرين من الترم الأولين تاخد ايام طيب لما اجي عرف نفسي اقول انا اكون انا اكون معنى ايام ايام تيتشر ايام دكتور اكي او بعرف اسمي ايام ولاء ايام محمد ايام بلك ايام جنة طيب لما اقول هو he is a doctor he is a teacher he is محمد يبقى لما باجي اعرف حد وبقول هو يكون يبقى ده اسمه الverb to be يعني هو مين او يكون ايه ممكن اكون دكتور ايام اجيب الوظيفة بتاعتي او يكون بعدها شامل اسمي خلاص او اسم الشخص اللي قدامي او الاشخاص اللي قدامي يبقى الفرب بيتكون من ايه اي معاها ام الهي والشي معاهم ايز والجديد في الترم ده اللي احنا خدناه زي معاها الار يبقى زي ار ناخد امثلة بسيطة لما اقول بتكلم عن نفسي بقول ايامة تيتشار انا مدرسة ايامة تيتشار اكي بتكلم بقول ان هو مدرس هي ايزة تيتشار طب هي دكتورة شي ايزة دكتور اكي طيب زي لما اتكلم عن مجموعة مع بعض المجموعة دي لهم نفس الصفة زي يار تيتشار زي يار دكتور اكي Activity Book Unit 5 Page 9 Exercise 1 Listen and Circle 1 He's a pilot 2 She's a doctor 3 They're doctors 4 He's a teacher 5 She's a vet 6 He's a firefighter Students Book Unit 5 Page 10 Exercise 1 Listen, Say and Match Bandage Stethoscope Thermometer Disposable Gloves الصفحة دي احنا بنوصل كل اداة بيستردمها الطبيب زي ما سمعنا الصوت بتاعها في البيج بتاعة الـ Students Book كل اداة ومخصصة لإيه عندنا اول حاجة هنا تيرمومتر تيرمومتر ده لازمته إيه إن هو بيقيس الحرارة يبقى هنوصله بالصورة دي علشان إيه دي المناسبة لي تاني صورة معنا Stethoscope Stethoscope دي اللي هي السماعة بتاعة الطبيب كي دي لازمتها إيه بيكشف بيها بيشوف صرعة ونبضات القلب Disposable Gloves ده الجوانتي المخصص للإيدين يبقى إيه يبقى أنا هوصله بالإيدين الاتنين اللي هي تاني صورة عندنا على الين آخر صورة معنا اللي هي الباندج الباندج اللي هي اللاصق بتاع الإصابات أو الرباط اللي إحنا بنحطه عشان نضمت بيه الجراح أو اللي إحنا إيه نحطه على الكرح Okay Students Book Unit 5 Page 11 Exercise 1 Listen and Circle 1 The police station is on the right 2 The fire station is on the right 3 The school is on the left 4 The hospital is on the left بعد ما سمعنا الصوت بتاع الصفحة بنقول إن Left and right Left and right يعني شمال ويمين أو يصار ويمين Okay Left and right الصورة بتعرفنا إن إحنا نقول للطفل إن هو يوصف إن هو هيمشي يمين أو هيمشي شمال أو الشيء اللي متواجد متواجد على اليمين أو على اليسار Okay Students Book Unit 5 Page 12 Exercise 1 Listen and repeat St 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 Star St St Dentist St Stop St St Stamp St St Nest Enter اشتركوا في القناة 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 how much money do you have I have 20 pounds the money is in the bank now you ترجمة نانسي قنقر